متابعين الإكسبرس مرحبا بكم في سياق قطاع الإعلام وما يقعوا فيه والانتظارات للمهنيين حول القوانين اللي كيتحدثوا عليها وحول مرسوم أو مشروع مرسوم نحن اليوم في زيارة خاصة للزميع خاصة محتات رئيس الفيدرالية المغربية للناشرين سي محتات مرحبا بك أنو سلام جدينا اليوم باش ندير واحد نظرة لما يقع ولكي نعرف ما هي آخر المستجدات بعد حديث طبعا للجنة المؤقتة كانوا جدالات تجدوا بات كبيرة في القطاع عند المهنيين سواء الناشرين أو الصحفيين وكانت الفيدرالية قد عبرت بكل جرأة عن مواقع عدارة البيلون ديال السنوات السابقة ديال المجلس قلنا نعرف اليوم في مستقل الأمور لأن هل هناك إرادة تعتيم هناك من يعتم الأمور لا نعرف كمهنيين ماذا يقع الزملاء كل شيء يتساءل اليوم شنو هو موقف الفيدرالية واش كين تواصل واش أنتم اليوم تتابعون ما يقع شكرا ناجيبا أولا بالمناسبة بغيت نهنأ كنتي والزملاء في الإكسبرس على هذا الانطلاق المتجدد للموقع وكنت منه منفور التوفيق لكل الزملاء في الجود تجربة ديال الإكسبرس أيضا بحل تجارب أخرى اللي كتعطيه دليل على هاد صمود ديال المقاولات الصحفية اليوم وحرصها على عكس واحد التنوع واحد تعدد في المجهد الإعلامي الوطني لهذا كنتمنى لكم توفيق بالنسبة للمؤسسة ديال التنظيم الداتي للمهنة كعرف الجميع بأن هاد مؤسسة ديال التنظيم الداتي هي مطلب ديال المهنيات والمهنيين لسنوات طويلة وعرفنا نقاشات في هاد المهنة قدوها أجيال سبقتنا وساهمنا فيها وساهموا فيها أجيال أخرى ودخلنا في تجارب مدنية وجمعوية إلى أن وصلنا للصيغة التي خرجت في 2018 إثر انتخابات المهني الفيدرالية المغربية لنشر الصحوف اللي فازت بالتيقة ديال الناشرات والناشرين حينها بجميع مقاعد مخصصة لهذه الفئة اشتغلت على أساس هاد الوضع وهاد الصيغة القانونية التي تمت بكثير من حسن النية وبكثير من الانخراط الجدي في هاد العمل ولكن المآل اللي وصلنا له في نهاية الولاية الأولى طبعاً مثل جميع المؤسسات التي تحدث لأول مرة كان ممكن تكون عندنا جميع مؤخدات على التجربة الأولى على الولاية الأولى انتقادات تجليات نقص ولكن طبيعي أن في ولاية الأولى كيمكن تطورها كيمكن تطورها ولكن المفاجئ هو أن زملاء من داخل هذه التجربة في نهاية الولاية الأولى اختاروا أن يوقفوا عجلة هذه الدينامية المجسدة في هذه المؤسسة للتنظيم الداتي وبالتالي كان اختيارهم إلغاء قاعدة الانتخاب بالمرة وبالتالي الوصول إلى قاعدة التعييم ويعرف رأي العام المهني هذه التطورات التي لاحقت والتي وصلتنا لهذا المآل الذي انتهى بتدخل الحكومة لتعيين لجنة مؤقتة بناء عليه نعتبر في الفيدرالية المغربية لنشر الصحوف أنه لم يبقى لدينا مؤسسة التنظيم الداتي نهائيا لأن التنظيم الداتي معناه في نظرنا احتكام لصوت المهنيات والمهنيين واختيارهم الحر والديمقراطي مدام الأمر لم يعد كمكان ومنعنا الصحفيات والصحفيين من تعبير عن رأيهم احنا انتخابون الزملاء دو وزنا 4 سنين بغينا نرجعوا عند هذوك الزملاء يقولوا لنا واش ننجحنا في هذه المهمة واش بغينا نترشحوا واش بغينا نمشيوا بحالنا واش يعاقبونا بهذه التصويت ولكن أن نحرمهم بالمرة من إبداء رأيهم هذا رفضناه في الفيدرالية واعتبرنا انه قتل واش كينش يتواصل اللجنة المؤقتة لما عينتها الحكومة بموجه القانون أولا رفضناها ولكن هذه اللجنة عطتها الحكومة واحد المجموعة الصلاحيات مرتبط بها الممارسة ديالزملاء اليوم إلا بغيو زملاء يجددوا البطاقات المهنية ديالهم يمشيوا عند هذه اللجنة المؤقتة ولم يجددوش هذه البطاقة يعني سيكون تحت طائلة القانون الذي يشترط توفر على البطاقة المهنية لتفادي الوقوع في دائرة امتحان الصيف هذه اللجنة المؤقتة خولت لها الحكومة اقتراح إصلاحات قانونية وأشياء أخرى نحن كفيدرالية للمتل المقاولات الصحفية من واجبنا مواكبتها الزملاء في المقاولات للحصول على حقوقهم طبعاً القانون فيما يخص المضوع البطاقات المهنية القانون يفرض على هذه اللجنة المؤقتة كما كان الأمر دائماً من قبل أن تعقيدها بشكل دوري اجتماعاً موسعاً مع المنظمات المهنية لتقييم هذه التجربة أثناء توزيع لعملية البطاقة والاستماع لملاحظاتها والانتقاداتها اللجنة المؤقتة اختارت هذه السنة بشكل مفاجئ أن تعقيد هذا الاجتماع دون أن تستدعي الفيدرالية المغربية لنشر السعود قبل مرسول مسألة البطائق لا هذا دك يدخل في إطار التواصل هل هناك تواصل هناك هذا اللجنة الموسع مع نياب البطاقات هذا القانون يفرض على اللجنة المؤقتة أن تتواصل ولكن لم يتم التواصل وحتى عقد الاجتماع نفسه فوجئنا به لم يخبرنا أحد إصلاحات القوانين وإن كنا في الفيدرالية نعتبر أن الحكومة مسؤولة عن تقديم اقتراحات القوانين وأن البرلمان هو الموكون له تشريع ولكن رغم ذلك هذه اللجنة المؤقتة بقيت طيلة هذه السنة صامتة إلى أن أصدرت بلاغاً تقول فيه لقد قررنا أن نبدأ في التشاور مع المهنيين بشأن إصلاح القوانين ومن لديه رأي فليتصل بنا هذا المفهوم الغريب للتشاور لم يسبق أن سمعته شخصياً ولهذا ردينا في بلاغ أخير للفيدرالية لأن نحمل الحكومة هذه المسؤولية والبرلمان هو المسؤول وعندما يكون نقاش جدي حول إصلاح القوانين المستعدين لتقديم رأينا لهذا ما كانش تواصل كانت مواكبة من طرفنا الزملاء أن يحصلوا على البطاقات ديالهم وبكثير من المشاكل ولكن رغم ذلك الحمد لله أنه معظم الزملاء حقوا نسبة كبيرة من البطاقات ديالهم باقي بعض الملفات عالقة لحد الآن نحاول مع مواكبة للقانونية للتفسيرية لهذا الموضوع وكانت منه ومن اللجنة المؤقتة أن نتوع بحجم هذه الارتباكات اللي درتها لهذا المهنيين في هذا الموضوع وتحاول تحل ما تبقى من ملفات عالقة لحد الآن ما كرحناش إحنا ما عندناش مواقف مسبقة من الأشخاص الأشخاص زائلون وعابرون إحنا كنقولوا بأن وجود لجنة مؤقتة هو نهاية التنظيم الداتي وجود لجنة مؤقتة هو دوس على الفصل الثمانية وعشرين للدستور المملكة اللي كيقول بأن السلطات تشجع الصحفيين على تنظيم أنفسهم بكيفية ديمقراطية وبشكل مستقل مكان شايد شي على هذه اللجنة المؤقتة والواقفين وراءها وعلى الحكومة أن تبادر إلى هذا الحوار وإلى هذا التواصل مع المنظمات المهنية وطالما قلنا بأن المطلوب اليوم في المهنة هو هذا الحوار المنتج والحقلاني تماما أما إحنا نمد يدينا الجميع ولكن طيلة هذا العمر دي الولايات ما كانش حوار ما كانش تواصل وعلى كل حال أنا كانت سهل بحكم هذا الاختصاص طيلة هذه المدة اللي اشتغلت اللجنة المؤقتة من غير الانشغال بالجديد الروتيني للبطاقة المهنية ما دفعلت باستثناء نشاط تكويني أخير قبل بضع أيان واشهد شي هو اللي كان في هذه الصلاحيات اللي تعطت لها اللي تعطت لها لهذا اليوم أنا ممكن لنقول بكل صراحة بأن المآل كله غير الديمقراطي وغير الدستوري يوجد في الباب المسدود وعلى الجميع أن يفكر في إيجاد الحل نحن مستعدون للمساهمة ولكن في واحد القطار جدي قبل ما تدوزوا للسؤال الثاني ويتنسوا لك أستاذ اليوم هذا القطار الفيدرالية كان واحد من قسام وولدت هيئات أخرى وعليش حال المهنيين نحن كنت تكلموا وعليش حال الصحفيين كينين تحت الليواء اللي كيشتغلوا في هذه المقاوش عندك دستاتيستيك أولاً المجلس الوطني للصحفة هو واحد للجهة اللي ممكن تكون عندها المعطيات الدقيقة حول العقل بحكم أنها الممكن لها أنك تعطي البطاقة المهني ولهذا طيلة هذه السنوات الأخيرة كان العدد في حدود أربعلاف أقل من ربعلاف ديال لا عند الفيدرالية السبتاتي ديال الصحفيين لأنه هذا هو القطار لاش كنت ذكره هذا هو لاش كنت ذكره لابد دخس نذكره واحد القضية بأنه طيلة سنوات كان جدال كبير حول واش ضروري البطاقة المهنية لأنه في هذا الموضوع ديال الصحفة كان واحد الحالة ديال تماث قريبة جداً مع الموضوع ديال حرية التعبير وديال حرية الرأي ولكن كان واحد السياق مغربي في سنوات سابقة مع الصحفة الصفراء اللي كان الحديث عليها وكان وصل من بين المداخل للحل هو فرض بطاقة مهنية اليوم ولا ومقتضى قانوني عدم توفر عليها يوقع صاحبها في انتحال الصفراء ولكن ما كناش نتمنى أو نتوقع أن يقول لي موضوع ديال البطاقة المهنية بمثل هذه الصعوبات وهذه المنغلقات وهذه الضغوط التي عشناها خصوصاً في السنة المنصرية ورغم ذلك بأن كين واحد المجموعة ديال الفائلين وديال أسماء تكتب تمارس بدون أن يكون لهذه الانتظامية الصحفية المقاولات الصحفية اليوم في الإصلاح القانوني ديال الفين وستاش نقدرون نقوله بأن برغم ملاحظاتنا على هذ القوانين المدونة اللي كانت في الفين وستاش ولكن ساهمت في نوعين من التحديد ما بقتش عدنا آلاف المواقع الإلكترونية ولا عدنا واحد العدد من حيات انتخابات الماضية ديال المجلس الوطني للصحافة الناس اللي بغت تقلب على مؤشرات من الموسق من هنا في أتناشرين مقاولات شحن من واحد ساهم في الانتخابات في التصويت ركننا في حدود المياه يعني فينا هو هذا الجيش العرب من المقاولات الذي يحاول البعض إخافة المجتمع منه لأن أصلا القانون فيه شروط وفيه تحديد ويمكن لنا رجعوا ربقها في الانترنت أول واحد فاز في الانتخابات شحن جاد يعني لم يكن آلاف الأصوات وإحنا في أتناشرين إحنا دافعنا لدي شي بأن انتخابات دخلنا لها كناشرين بترشيح فرضي وبتصويت حر ما دخلناش لا بلائحة لا مغلقة لا غير ذلك بفئة صحفين اختيار لهم أن تكون تصويت عبر لائحة مغلقة وهذا نقاش أيضا ألور واش اليوم غادي انتحدثوا على المؤسسات شكل عنده الأغلبية واش فيدراليا المغربية لنشر صحف أو طرف آخر أنا كنعتبر هذا النقاش بدون أهمية كبيرة لأن ندخلنا في عدد من المشاكل التي هي الأكبر اليوم وهذا شي احتى السلطات الحكومية عبرنا عليها هاد البلاد فيها قانون مدونة الشغل تحددو هاد النقابة دي الأجراء واش عندها تمتيلية وأنتي تعريفين هاد شي شحال عندك دي المناديب الأجراء في آخر انتخابات ميهنية نقطة إلى السطر باش تساهم في الحوار الاجتماعي شحال جتي في الانتخابات واش عندك لسوي عضوة ما كدار شي شرط أخر في القطاعات الصناعية والتجارية كدار هاد المقاولات أن تكون منخريطة في الاتحاد العام لمقاولة المغرب آفي لي لسجين كوز كحنا في القطاع دي لنا معناش هاد ضرورة معناه كنحسبو شحال من مقاولة عضوة وهاد المقاولة العضوة لا تقاس واش عندك الرأس مال أو كما خرج البعض يقول لنا في الأيام الماضية كم من أجير تشغيل وإلا في القطاع الصناعية التجارية ممكن نخدم عمل واحد لأنه تخدم بزاف الناس ونقول هو المقاولات كلها ممكن فدرالية المغربية لنشر الصحوف قبل انتخابات المجلس الوطني الصحف قبل أن تنتهي ولاية القانونية قدمنا لائحة موقعة لحكومة ها المقاولات العضوة معنا يعني اليوم لو بغنا نحتكم بمنطق الأغلبيات الجميع يعرف أين توجد الأغلبيات ولا يمكن أن أقفز على هاد الأغلبيات ونقول وهذه المقاولات في الجهات ولا غير هم هذي مقاولات صغيرة بكسوة وتنفلة لا أنا لا أحتقر زملاء وإلا غيم كلي نقول وأنا أعيشوا في هاد القطاع واللي كيقول على رأسه كبير باش باش كبير بالرأس مال مالي كما روج البعض طيب الذي يملك رأس مالا كبيرا لا يجب أن يحتاج للدعم العموم ثم هذا نقاش ديمقراطي وحقوقي جرى في أوروبا داخل البرلمان الأوروبي وكان فيه سؤال كبير هل يمكن للدولة أي دولة أن تدعم الرأس مال الصحفي وكان الجواب من طرف كل تيارات سياسية في البرلمان الأوروبي لا الدولة تدعم الخدمة المجتمعية للصحافة ولا تدعم الرأس مال لأن الرأس مال سنكون في حالة تماث مع استقلالية الصحافة مع التقدم الدستوري والحقوقي الحق المغريب وغنفرضو ليرجع النور ولهذا أعطينا واحد الإشارة للحكومة والأطراف المعنية بالمجلس الوطني الصحافة يا أيها الزملاء الأعزاء لنتجاوز كلنا منطقة الأغلبية ونحن مستعدون ونقول نعتبر أنفسنا كلنا أطرافا معنية ما غنقولوش بالفرنسية لبارتي ربريزنتاتيف غنقولو لبارتي كونسرني وفي هذا الحالة غادي نجي وغنقل سولار جوجد المنظمات ثلاثة ديال النشرين جوجد النقابات معنية عندها تمتيلية ها خمسة وغريب ويؤلم أن خمسة ديال المنظمات ما يقدروش يهضروا بعضياته أنا أعيدها من هاد من الموقع ديالكم وقلتها من المؤتمر الأخير ديال الفيدراليا أنا مستعد لأي حوار مع كل نشر المغارب لحد الآن كنقول بأن خروج بعض زملاء من الفيدراليا المغربية لنشر الصحوص وتأسيس إطار جديد لازلت لم أفهمهم أنا شخصيا لازلت لم أفهمهم أنا أعرف تجارب سياسية والنقابية تيار يكون معارضا وأقلية يخرج ليؤسس تنظيما جديدا ولكن أن تخرج القيادة نفسها لتؤسس تنظيما ما فهمتوش لحد الآن والآن ما بقيت شبا غير فهمه أنا كنقول بأن التحديات المطروحة علينا كلنا أكبر من هذه الحسابات وإذا كانت غير حسابات الداد وحسابات المسؤولية هذه الحسابات المناصي ودات وشكون لكون رئيس وشكون أعلنوا من الآن لا أنشغلوا بها وأمدوا يدي للجميع أجلوا تنقشوا النقاب الوطنية للصحفة المغربية ونحن خارجنا منها والفيدراليا خرجت منها والفيدراليا وقعت في 2005 مع هذه النقاب الاتفاقي الجماعية مستعدون للنقاش مع الزملاء الناشرات والناشرين وكلهم أغلبيتهم أصدقاء ديالي مستعد للنقاش ولكن يكون واحد الحوار عنده هدف ومنتج وعقلان شنو بغينا نوصله لجمين اليوم المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة والكبرى كيفاش نضمنه هذا المشهد الإعلامي يبقى متعدد ومتنوع بدون إقصاع بدون تهميش كيفاش نحافظه المغرب على واحد الخطوة متقدمة دارها في المجال الديمقراطي من خلال مؤسسة تنظيم وكيفاش نخليه هذه البلاد تنوض من خلال الصحافة ديالا تدافع القضايا الكبرى ديالا باشين نبقى نحن ملاهين نكتبوه على بعضياتنا السؤال الثاني أستاذ محتاز حول البطائق كنا كنين عشنا واحد واحد إشكاليات كبيرة الحقيقة في تشي اللي قلت ديال البطائق وكان واحد تحسو بي أنه كان استئصار لبعض لبال واحد التنظيم هو اللي فقط كان عنده الحق أنه يمشي واش هذا ليسه هذا عدم الحياد والدبندنس ديالهيئته هنا كاملين مع جهة واش هذا ماش خطر على الزملاء وكيف كانوا التجارب لالناس بعدها كانوا زملاء عانوا الأمرين وكانوا تحديات كبيرة فاتفترات البطائق وكانوا مواجهات لا تشرفون لكم يهنيين ولا كم غربة ولا كأشخاص شنو شنو جواب ديالك أولا اللي سننعرفوا بأن تسليم منح بطاقة المهنية هاد العملية ينضمها مرسوم حكومي منذ سنوات ولهذا المسؤولية الحكومة ودية الوزارة القطاع ثابتة ما يبقاش مثلا الحكومة تقول وهذا كنجلس الوطني الصحفة واللجنة المؤقتة تحملوا المسؤولية لا أصلا اللجنة المؤقتة بنفسها محدثة بموجب قانون أقرته الحكومة واقترحته الوزارة والبطاقة ينضمها أصلا مرسوم هادي واحد ثانيا بشكل عام طيلة السنوات دية الولاية القانونية دية المجلس لا أعتقد بأن طرات المشاكل لطرات عدل العام سؤال لاش رابعا ثالثا لما نبغيو نبدلو واحد القانون واحد القطاع إحنا جميعا عدنا غير على هذه المهنة ويريت أنا كل المغرب كامل في مقاولات صحفية كبرى ولكن ليس كل ما أحلم به سنلقاه السياسات العمومية والبرامج الإصلاحية كدار الواحد الواقع كما هو ليس كما نحلم به علش اليوم النسيج الاقتصادي الوطني في الصناعة وفي التجارة كنقول وكلنا فين كنقرأ في الكتابات بأن هو نسيج عائدي ومقاولات صغرى وفي صحفة كنرفضها علش علش بغي نحنا في مقاولة الصحفية واللي كلها كبرى ولكن ممكنش نقتل طولتين ديال الجسم المهني في الجهات وصحفة القرب وفي الأقاليب ومقاولات الصغرى وصدار البيضاء وصدرباب فقط لأنهم صغر وخاص يصير بالقطاع ولأن المفروض عليه التعدد مزيان ما كان مشكي هاد المنح ديال البطاقات كما قلت كان بعض الالتباسات في القانون مثل الأصل ما كان مشكي كان بعض في الممارسات لأن إذا اتجاوزت هاد القاناعة بأن خسني نحل المشكل ديالقطاع ونحاول نواكبه ما كان فرد شروط تعجيزية أو لحقاش أنا بغيتها أو لحقاش بغيتها المجلس الوطني يجب أن يسير كمؤسسة وطنية المجلس الوطني ماشي نقابق وماشي جمعية ديال الناشر وما يتسير شبه المنطيق هذه إدارة ومؤسسة وبغينا نطورها بغينا نطورها اليوم لما كي تجي اللجنة المؤقتة وأشتريت على واحد صحفي كنقول له باش نعطيك البطاقة خس المؤسسة ديال كنت مخدمة قده وقده ماشي شغل المجلس البطاقة أمر شخصي ديال هدك الصحفي ثم لما كنجيب شهدت العمل وشهدت الأداء لهدك الصحفي ما عنديش الحق نشكك فيها ونمشي ندير مراقبات المغرب فيه دولة وفيه إدارات أخرى كد عندها علاقة ديال الرقابة في الضرائب في السنساس كل شي مع المقاولات ما محتجاش للمجلس يكون موضف يدير ركوفرومان ديال هد الناس ما عنديش الحق ما عنديش الحق نطلب وطائق أخرى تتهم الحياة ديال المؤسسة ثانيا بلما كان ديال البطاقات ما خساش تولي عرقلة لتصفية أي حساب احنا ما كانت تهموا التاشي واحد ولكن عندنا واحد العدد ديال الاحتجاجات ديال الناس ثانيا نبغي نقول واحد الحاجة اليوم عندنا بزاف ديال الملاحظات ديال زملاء ديال منظمات نقابية ديال الجمعيات والناس كتكتب لماذا اللجنة المؤقتة لم تعمد الى نشر كل لوائح صحفي احنا دائما كنا نطالب هاتش وكان عندنا الجواب بأن في سنوات الأخيرة أصبحت مقتضايات كتفرضها اللجنة ديال حماية المعطاية الشخصية كان مشكلة وكانت محاولات لإيجاد الحلول مع اللجنة الوطنية لحماية المعطاية الشخصية مع الرئيس ديالا سوروشني لم تكتمل الأمور الى ان انتهت الولاية القانونية ديال المجلس ولكن فيما بعد قرأ الجميع حوارا صحفيا الرئيس ديال هاتي الجنة السوروشني سأله الصحفي المعني لماذا لم تسمحوا للمجلس الوطني بنشر لوائح الصحفيين وجاوب قال لا سدي سمحنا لهم وأدنا بداليد والمجلس الوطني المعنيين به لم يكذبوا الأمر هاتش داز شهور مادام اللجنة الوطنية الحماية المعطاية الشخصية لا ترى مانعا في ذلك فلننشر كل لوائح وهذه الساعة هذه اللوائح التي تكون منشور أولا الحق في المعلومة تانيا مفتوحة للصحفيين والمنظمات المهنية ديالون يطعنوا حتى اللي ما فيه الشروط القانونية كما يزعموا بعض الزملاء تلقونا الإخوان الشفافية وما كانت مشكل ما كانت مشكل نشوفوا هاد العملية لم تتين كانت منه والآن وهاد العملية ديال 2024 شبه امتهت العملية ديال الجديد أن نشروا لواحد الأربع سنوات الأخيرة كيف المشكل واش هاد شي كان نتيجة عدم معرفة نتيجة تقصير أو نتيجة إصرار وإمعان لحسابات ما أنا ما نقدرش نكون حاسم ولكن في كل أحوال نتيجة لهاد شي ولا لهاد شي كنعتبر أن هذا الموضوع فرض على المهنة تمشي في نقاشات تافية نحن عدنا قضايا أخرى باش لهينا الناس نهضروا واش عندوا البطاقة ومنع البطاقة حتى ولنا والناس كيقول لك في وسائل التواصل الاجتماع وشنو الأهمية ديالهات البطاقة قاعة شنو طالع لي منها يعني ساهم نحتفت بخيص ديالهات العملية التنضيق تماما بعد ذلك كله قلت الأستاذ أحساس هل يمكن لنا الحال في النهاية كان ضمن يمكنه يكون إلا إذا توحدت الرؤية وكانوا كانوا حد النوع من توحيد الصفوف هل يمكن لنا اليوم كصحفيين حلموا قولوا أنه كان إمكانية أو كان مشروع توحيد الصفوف ولو بوادر ديالبداية تنقاش ولا على الأقل وش الفيدرالية من الفاتحة لهذا الأمر وكتشوف هذا السيناريو أولا لحل ديال المشاكل اللي كانت اليوم لأنه ونتيجة لغياب هذا الحوار الحكومة أصدرت مرسوما للدعم العمومي فيه بزاف ديال ملاحظة ما كان مشروعا ولكن المرسوم ديال الدعم العمومي لتطبيقه يجب أن يصدر قرار وزاري مشترك هذا القرار الوزاري المشترك لم يصدر لحد الآن الدولة تواصل صرف أجور عدد من الصحفيين وهذا يتير أيضا نقاشا مش غير مهني ولكن ديمقراطي أيضا ما عمر لمهنة في المغرب عانت من التشرض التي تعاني منها اليوم وهذا مؤلم ومؤسف البداية كان يجب أن تكون من الحكومة نفسها الحكومة أن تدعو لهذا الحوار كما جرت الحادة دائما لم يسبق لسيد الوزير المحترم أن استقبل هذه المنظمات المهنية وهي عدد وهل هي تجاوز الخمسة أن نستدعاها في جلسة عمل كاملة ونذكرهم جمعي مقدار شدير هالشي أو أطراف لم تريد أنا كان أعتبر هالشي سلوك آه غير دين التال شي حاجة فيدرالية المغربية اللي نشر الصحف أنا قلت ليك من هذه الخمسة دي المنظمات إحنا ديجا كنسقوه مع جوج يعني إحنا ثلاثة في كل بلاغات الفيدرالية الأخيرة كتبنا فيها بالإزم نقاب الوطنية الصحفة المغربية نحن مستعدون للحوار الناشرات والناشر اللي موجودين في الجمعية الأخرى جمعية وطنية لإعلام والناشرين أغلب ديالهم التقي معهم كأصدقاء وعبرت عن هذا الاستعداد دائما ها مقر الفيدرالية مفتوح ها أنا منفتح أكثر من لازم تعالوا لنناقش كيف يمكن أن نتقدم إلى الأمام في هذا الموضوع لأن حتى غير نقطعه واحد الحبل اللي يقولون الناس ومدام أنتم ما متفقين خلوا الأمور هكذا وإن كنت أعتبر هذا الكلام ماشي صحيح لأن هذه بلاد وهذه دولة وعندها حكومة وهذا ما العام خص الحكومة تقود هذه الدينامية تقود هذه الدينامية عشناها هذه الدينامية الحوار لما كنا نصلحوا القوانين وكانت فترة أصعب كيف كنا كنقابات وهيئة الناشرين كنتحوروا مع الحكومة ورحتال لجناة دي الإصلاح الدستور استقبلت وفداً مهنياً فيه الناشرين وصحفين وهضرنا مجبوعين واليوم هاتش ما كينش كين تحديات على المهنة ما نقدروش نطلقاه صعب يعني اليوم الصحفين اللي كيكتبوا الفتتاحيات وكين ندروع لكل مؤسسات الدولة أشنو سدير ما قادرينشوا مبعضيتهم يجلسوا يتذكروا إلا كان غير يجبوا أن يصرح بهذا محتاج ها هو يصرح أمامك مرحباً بكل من يريد أن يناقش كيف يجبوا أن نخرج من هذا التشغل بغيت أن تناقش في التمتيلية نمشي وكامل نسيدين ما بغينا لا تمتيلية لول إحنا أطراف معنية كلنا معنية ولكن ما بغينا نقصي حد ما بغينا نفرضوا الوصاية على أحد لما تكونش الداتية ما تكونش الحسابات الداتية ما يكونش كنديروا مصلحة باش نحتكروا باش نحتكروا الدعم العمومي يديوه عشراء ولا يديو عشرين ولا يديو سبع آلاف إحنا كنقولوا الدعم العمومي من يوم أحدثها في المغرب ونفس النموذج عبر عنه فرنسا أيضا اللي كان نخده منها هذا شي هو سمي دعم من أجل التعددية أصلا ستان سوتين بور بلوراليزم هاكودا كان كي تسمى فرنسا وهاكودا تسمى عدنا في المغرب وإحنا ستما بغينا إلا هاتشين بغينا أولا استقرار ديال المهنة بغينا عدم قتل واحد تولوتين ديال ديال النسيج المقاولاتي أنا هنا كان طرح سؤال على الزملاء وعلى اللجنة الموقعة لما كتساهم في قتل واحد المقاولة فيها كينفج بال وكينفعد الجهة وما كتعطيش البطاقة وهو كيكون عنده عشر سنين هدك الشاب هو كي مارس شنو بغيتيه ديري والليك زار لغد ليه هو عشرين عام ومارس ليس بالأمر الذي يشري في المهنة شنو بغيتيه دير ثانيا أنا هدك الشاب علاش الدولة خرجت برنامج ديال الدعم مثلا ديال التطير بحل المقاول داتي وكن قوله الصحفيين اليوم وللمصورين بغيتيت تاخد البطاقة يجوزوا لك أن تستعمل لك تفريلانس الشهادة ديال المقاول الداتي وهد دولة خرجوا باش نقل قطاعات من للتنظيم القانوني وفين كان جينا للمهنة الصحفة كان يقولوا لا لا ما قبلتاش انت مش مقاولة كيفاش وهده برنامج ديال الدولة من ديور في هذه البلاد مخدم فيه بجميع القطاعات المقاول الداتي لانا بيك وعلاش انت في الصحفة ما كديروش علاش كدير عليه ملاحظات تبخيسية انا هدك الشباب جوج ثلاثة داروا واحد مشروع اعلامي اسدي الى هدرنا بالمنطق الاقتصادي الى خدموه ومارسهم انا نهن اهم ما علاش هو المشكل تانيا اليوم فيندرنا المعيار ديال الدعم العمومي عدد البطاقات عدد البطاقات انا ما فهمش كيفاش كان جي انتنا الصحفة الالكترونية وهي التي اعتبروا انها اكبر متضرر من المرسوم ديال الدعم العمومي خرج للخر لانك نقول لي كسبناها على حساب المقاولات بغتي تكون مقاولة صغرة خس كيكون عندك خمسات بطاقات بغتي تكون متوسطة خس يكون تسعود هما يوصلوا للخرة شنو قام المرأة شمو يقولوها في المرسوم ما قالوش مقاولة كبيرة قالو مقاولة غير ذلك انا ادير شخصيا صحيفتين ورقيتين كنقول انا ما عندتها معنى طلب لي انا صحيفة ورقية يومية 12 بطاقة وطلب الموقع الالكترونية 15 يعني من الاسف انها ما كنش دير ايه من الناس اللي خدام ينفر لا هادشي كان خاف يكون فيه حساب من قبل ثم اليوم النقاش اللي كين في كواليس الحكومة والوزارة حول الدعم العمومي اذا كنت الدولة بغى تبني الدعم العمومي الجديد او الصغة القانونية الجديدة حول الموارد البشرية حول مصر ريال ديالك المقاولة مزيان ولكن لماذا تم اشتراط عدد بطاقات محيانة باش يفهموا الناس اللي كي مرسوا فاللميدان لنفرد انا مقاولة اكس تشغل ماشي 15 باش نكون كبيرة عشرة ولكن ادفعوا لهم رواتبة تقدر ب30 الف درهم معناه هذوك العشرة كيتقاموا عليا ب300 الف درهم ولنفرد واحد المقاولة مخدمة 15 ولكن كتخلصهم ب6 الف درهم شكونا هيا الكبيرة فيهم معناه درتي واحد المرسوم مشترطي في عدد البطاقات وانتغادي في اتجاه لا تطبقه لا تطبقه سنو ما غت اعتمدش على المعايير ديال لماز سالاريال وديال الاكسبلواطاسيون في الرسمان ولا بغينا نخرجو نعتمد على الرسمان سنكون نسيئول هذه البلاد ونسيئول النقاش كامل لهذا أنا كنعتبر بأن المدخل لهذا الشيء أول للحكومة تكون أكتر جدية والمهنيين خصوصا أنا متافق معا خصوصا في فئة ناشرين خسومي عرفوا بأن هات شرظهم لن يقود لأي لأي واحد لهذا نتافق ماذا نريد لأن احنا مجموعين على خط تحرير واحد احنا مجموعين على مطالب وعلى مصالح دي هذه المقاولات شنا هو ما يمكن أن نتافق كنتفق أن ندفع مجموعين على المصالح دي كمقاولات صحفية وكنتفق على حاجة وحدة بأن هذه البلاد وهذا القطاع فيه مقاولات صغرى ومتوسطة وجهوية يجب أن نحمي مصالحها أيضا نقطة للصطر أستاذ محسد شكرا لك شكرا لك نظن بأن الجواب كان شافي وكافي وكنتمنى أن على نحن سنحاول نلتقي بالهيئات الأخرى وكنتمنى أنهم يكون عندهم ساعات الصدر لديكم كفيدرالية مغربية لنشر الصحف متابعي الإكس ننتهي من حلقة اليوم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر